طيب الملف التاني وانتوا كده متعودين معنا دايما في برنامج التريند بيبقى لنا ملفات بنركز عليها وبينادق نقوس الخطر عشان السادة المسؤولين عن ادارة اللعبة يكونوا واخدين بالهم الفترة اللي جاي مبدئيا كده الموسم الحالي يخلص في تمانية يخلص في تسعة يخلص في وقت ما يخلص انا ما عنديش مشكلة في الموسم الحالي انا عندي مشكلة في دوري الموسم القادم ونركز في الكلام ده يا جماعة لان الكلام ده خطير جدا مش بقول مهم كلام خطير جدا الموسم الحالي يخلص في تمانية يخلص في تسعة يخلص وقت ما يخلص ولكن المشكلة في الموسم اللي جاي ليه الموسم اللي جاي انت هتبدأ مثلا الموسم الحالي في شهر تسعة او شهر عشر الموسم اللي جاي قاصد هتبدأ في شهر تسعة او شهر عشر من عشرين اربعة وعشرين طيب هتخلصه امتى لازم تخلصه تلاتين خمسة فكرة بقى الدوري يخلص في سبعة او في تمانية وتسعة الكلام ده خلاص ما بقاش مقبول أخرك السنة دي من السنة الجاية وده كلامي لربطة الأندية للأستاذ أحمد دياب أنا أتمنى الربطة يكون فيها إدارات عشان واحد بس يعرف يخاطب الإدارات المعنية في رئيس للربطة ومجلس إدارة دي بيحط استراتيجية ولكن في إدارات بس أنا مش عارف الإدارات مين يعني كل اللي عرفوا إن إدارة المسابقات المسؤولة عنها الأستاذ عامر حسين هل في إدارة متكملة معاها هل في موظفين والله ما عندي معلومة هل في إدارة لها علاقة بالتسويق والاستثمار في الربطة برضو مش عارف ولكن أنا يهمني إن الربطة تسمع الكلام ده لأن الكلام ده مهم جدا زي ما بنوجه انتقاد لاتحاد الكور على إدارته السيئة للمنتخبات إحنا مقبلين على مشكلة كبيرة جدا في الدورة الدورة يبدأ في تسعة وعشر لازم يخلص تلاتين مايو عشرين خمسة وعشرين ليه لازم يخلص تلاتين مايو عشرين خمسة وعشرين للي أنت عندك القيد في كاس العالم الأندية هيبدأ في أول ستة قبل انطلاق البطولة خمسة وستة فمش منطقي أدخل أشارك في كاس العالم الأندية خمسة وستة عشرين خمسة وعشرين وأنا بشارك بقيمة عشرين واربعة وعشرين ده مش منطقي ده مش مقبول لا منطقي ولا مقبول عايز ألعب بطولة وما شاركش بشكل شرفي عايز أعمل تدعمات فبالتالي القيد المحلي هنا لازم تفتحولي في الصيف بتاع عشرين خمسة وعشرين هتفتحلي القيد الزي والدوري لسه مخلص لازم تخلص الدوري تقلل بعدد الأندية تلعب الدوري الموسم الجاي بنظام مختلف ده قراركم ولكن إحنا دولنا الإعلام نقول لكم يا جماعة بصوا قدام دوري الموسم المقبل لازم يخلص تلاتين مايو عشرين خمسة وعشرين لأن فيه قيدة هيكون في أول ستة والقيد في كاس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية هيكون بمشاركة ستة وعشرين لعب فعشان أختار ستة وعشرين لعب وأعمل تدعمات لازم أعمل تدعمات في يناير في الصيف اللي جاي وفي يناير اللي بعديه وفي الصيف بتاع عشرين خمسة وعشرين عندي تلات فترات انتقال عشان أعرف أدعم بيهم في التوقيت ده عشان لو ما أدخل كاس عالم يبقى عندي قايمة جيدة بس عشان أستغل فترة القيدة اللي هتكون في الصيف عشرين خمسة عشرين لازم الدور يكون خلص ومن مصلحتك الدور يخلص ليه بقى كمان بعد ما يخلص كاس العالم في أمريكا تلاتاشر سبعة بنسبة كبيرة كاس الأمم الإفريقية في المغرب يوم تلاتة وعشرين سبعة يوم تلاتة وعشرين سبعة بعد كاس العالم بحوالي عشر تيام واسبوعين ودي معلومة بقولها للناس في الربطة لأن أنا دائما بس مع الكلام أصلا يحصل تعارض أصلا يحصل تضارب وأنا طلعت هنا من أسبوع وقلت يا جماعة لا في تعارض ولا في تضارب المشكلة هتكون عند المنتخب مش عند الأندية وديت أمثلة للمغرب ونيجيريا والكودفوار أتمنى الناس تكون سمعت وفهمت اللي أنا قلته قبل كده ولكن اللي جاي عندك كاس أمم إفريقيا بعد كاس العام الأندية يوم تلاتة وعشرين سبعة لغاية واحد وعشرين تمانية أنا بقول لكم مواعيد مقترحة دلوقتي متقدمة بخصوص تحديد معاد كاس الأمم في المغرب أعتقد خلال شهرين ثلاثة مع كونجرس الكاف هيتم اعتماد الموعيد دي بنسبة كبيرة وتتحل المشكلة اللي البعض بيحاول يقول إن فيها مشكلة فأنت عندك كاس عالم من نص ستة نص سبعة عندك كاس أمم من آخر سبعة لآخر تمانية وبالتالي تبدأ بقى المسم الجديد في شهر تسعة ركزوا في التفاصيل دي لأننا نحتاجها قريب جدا الناس للأسف بصة تحت رجليها واللي حصل في مباراة الزمالك وفرقه بصراحة يعني خلينا نقول إن اللي جاي مش كويس مطش الزمالك وفرقه ده كان في الأسبوع الـ 12 كان في الأسبوع الـ 12 وكان من المفترض إن تتلاعب مكانه مباراة الآله والزمالك ولكن من شهر قلنا إن الآله يلعب في التوقيت ده مباراة مع شباب بلوزداد فتوقعت إن الربطة تعمل إيه لما تحدد مطش الآله وابلوزداد من شهر تلغي أو تأجل مطش الآله والزمالك وتعيد المباراة اللي كانت مؤجلة في الجولة دي إنها تلعبها لكن للأسف ما لعبتش قال لك قصد ممكن يحصل خلل أو ارتباك في الجدول أنا معرفش فين الخلل والارتباك بالعكس إنت لما ترجع المباراة وخصنتش بترجعها أبلها بإسبوع أو لتنين إنت هترجعها أبلها بشهر يعني أبلها بشهر هترجع وتقول الزمالك وفرقه النهاردة يوم مثلا 23-2 أو 17-2 تحدد المعادة اللي انت شايفه فيه جدول الدوري لكن انت عد شهر لا رجعت المباراة معادها وتحججت إن فيه مباراة للأهل والزمالك وهي مؤجلة من شهره أصلاً والأهل اللي أصلاً معروفين هي لعب أبلوزداد من حوالي شهر وشهر ونص وحنا عالين الموعيد هنا يوم 16 فبراير للأسف يعني بصراحة يعني حدش يزعل مني أنا مش شايف أي اهتمام بوضع استراتيجية الجدول الدوري بتحديد شكل فرق الدوري في الفترة اللي جاية انت داخل على كاس عالم أندية داخل على كاس أمم إفريقية في الصيف عشرين خمسة عشرين وولت الموعيد المقترحة داخل على كاس العرب فيفا قطر عشرين خمسة وعشرين داخل على كاس عالم بالولايات المتحدة الأمريكية عشرين ستة وعشرين وأنا مش شايف الناس اللي قاعد على كاسي مركزة في اللي جاي كل هدفها دلوقتي النهاردة بكرة طب اللي جاي طب تحضر اللي جاي طب استراتيجية العمل للفترة الجاي حدش بيناقش حدش بيتكلم لا عندنا منتخبات بحد بيحضر الله بشكل كويس ولا عندنا دوري حد بيحضروا بشكل كويس ولا حتى يقولك الدوري السنة الجاية بدل ما يبقى 18 يبقى 16 وانا خليه 14 حدش بيتكلم في أي تفاصيل والأمور متسابة كده حسب التسهيل الأهلي هيحتاج لقيد لاعبين جدد في شهر 6 عشرين خمسة وعشرين يعني بعد السنة واربع شهور من دلوقتي بقول يا جماعة الدوري الموسم اللي جاي لازم يخلص في مايو عشرين خمسة وعشرين لأنك حتى لو ما خلصتوش لا الأهل هيستفيد بالقيد ولا أنت هتعرف تخلص دوري لا في خمسة ولا في ستة ولا في سبعة ولا تمانية هترجع تكمل الدوري في تسعة وعشرة طب الدوري اللي بعد هيه هتخلصه إمتى ما انت عندك كاس عالم في أمريكا إلا بقى الموضوع يتحل ولا قدر المنتخب لا يتأهل كاس عالم ولا يتأهل كاس أمم ونبقى هنا بنتفرج على نفسنا وخلاص ولا بصين اللي جاي ولا بصين للأدام وللأسف الناس بتفكر في انتخابات ومحدش بيفكر في جدول الدوري والموسم القادم وبعد القادم في الدوري العام ده ملف تاني لإعلاقة بجدول الدوري في الفترة اللي جاي